موسيقى ازايكم؟ النهاردة هنتكلم عن باسكال's principle كان فيه واحد كده اسمه باسكال عمل قانون بيقول اننا لما نزود الضغط على سطح سائل الضغط ده هنتشر في كل حدة بنفس المقدار عندنا الانبوبة دي فيها سائل مستوى السائل في الناحيتين متساوي لما نضغط على الشمال السائل هتطلع من اليمين بنفس مقدار القوة وهيبقى الشكل عندنا عامل كبه عندنا القانون بيقول ان P1 بيساوي P2 زائد روجي H هنا ال H هنلاقيها بتساوي 0 عشان مستوى السائل في الناحيتين زي بعض يبقى روجي H بيساوي 0 وبالتالي P1 بيساوي P2 عندنا قانون اصلا بيقول ان P بتساوي F على A يبقى ممكن اشيل P وحط قيمتها يبقى F1 على A1 بيساوي F2 على A2 من طبيقات القانون ده الفرامل الهايدروليكية والروافع الهايدروليكية طيب تعالوا نشوف كده الرافع الهايدروليكية دي بتشتغل إزاي عندنا رافعه هنحط عليها عربية وهنضغط هنا بقوة F1 عند مساحة مقطع A1 ف القوة هتتنقل وتبقى F2 عند مساحة مقطع A2 مش فاهمين مش كده طيب تعالوا ناخد مسألة بتوضح الأمور شوية قبل ما ناخد مسألة عايزين نتفق على حاجة اللي بيندوس عليه ده اسمه باستون واللي بيرفع العربية ده اسمه بلانجر المسألة هنا بتقول عندنا هيدروليك لافت نصف قطر الباستون 12 من 1000 متر ووزنه ممكن يتم تجاهله نصف قطر البلانجر 15 من 100 متر وزن العربية والبلانجر مع بعض 20500 نيوتن ال F2 اللي بترفع العربية بتساوي 2500 نيوتن باردو نفترض ان قاعدة الباستون والبلانجر عند نفس المستوى يعني ال H بتساوي 0 ايه هي قيمة F1 اللي هتطلع علينا F2 بتساوي 20500 نيوتن بما ان الباستون والبلانجر عند نفس الارتفاع يبقى ال H بتساوي 0 وده معناه ان ال P2 بتساوي P1 طيب احنا هنا هنشيل P وهنقعد عنها بال F يبقى ال F1 على A1 بيساوي F2 على A2 طيب احنا هنا مطلوب ان احنا نجيب F1 بس يبقى هنوضي A1 دي الناحية التانية يبقى F1 بتساوي F2 في A1 على A2 تعالوا بقى انشيل كل حاجة ونحط قيماتها تبقى F1 بتساوي ال F2 عندنا ب20800 في ال A دي هنكون كام؟ وهنحط بدلها P1 R تربيع يبقى عندنا هنا دي هتبقى R1 ودي تبقى R2 تربيع يبقى R1 تربيع على R2 تربيع هنلاقينا ان ال P1 هتروح معا ال P1 بعد ما نحسبها بال R الحزبة هتطلع ان F1 بتساوي 131.2 نيوتر هنستخدم نفس البيانات اللي في المسألة اللي فاتت هنفترض دلوقتي ان قاعدة ال P1 و البلانجر مش عند نفس المستوى في فرق ارتفاع بينهم H بيساوي 1 و 1 من 10 متر العربية بتستخدم زيت كسفته 8 في 10 قس 2 كيلو جرام على متر تجعيد عاوزين نعرف بقى ايه هي قيمة F1 اللي هتطلع علينا F2 مقدرها 20500 نيوتر في المسألة دي هنلاقي ان الباستن و البلانجر مش عند نفس المستوى في فرق ارتفاع بينهم قلنا عليه في المسألة اللي هو H بتساوي 1 و 1 من 10 متر هنفترض القانون اللي عادي بتاعنا اللي هو P2 يساوي P1 زائد رو جي H مرة دي نحطت رو جي H مع ان انا بحل على مسألة فيها بس كان علشان هو قال ان فيه فرق في الارتفاع بين الباستن و البلانجر هنا خلاص هحب كل حاجة القيمة بتاعتها بس البيتو دي هحاولها الاف على ايه والاي هحاولها الباي ار تربية هنكتبه هنا ايه بتساوي باي ار تربية يبقى F2 بتساوي باي ار تو تربية والبيون بتساوي F1 على باي ار وان تربية زائد رو جي H لي هديني دي 1 تربية الار مدينيما بالكلمات باي ما ت tee رفق ار وان مديني Barn بتساوي 12 بالتربية زاد الرو الدهالي في المسألة بتساوي تمانية فعشرة قصة اثنين في تسعة وتمانية من عشرة عجلة الجاذبية الارضية في واحد وواحد من عشرة بعد ما نعمل شوية رياضة كده كتير هيتل عندنا الافون بتساوي مية سبعة وعشرين ثلاثة من عشرة لا